حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباعي قال حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن واصل الأحدى بيو عن أبي وإل عن شريح قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أبنى آدم قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعدي بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث حق على كل مسلمين الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس منتب إن وجد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعدي بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلمين يغتسل يوم الجمعة يتسوك ويمس منتب إن كان لأهله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بوديل العقلي أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فراسه فسأله رجل من بلقينة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء قال هؤلاء المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود قال فمن هؤلاء قال هؤلاء الضالين يعني النصارى قال وجاءه رجل فقال أستشهد مولاك أو قال غلامك فلان فقال بل يجر إلى النار في عباءة غلها حدثنا روح حدثنا عوف عن علق متاب بن عبد الله المزني قال حدثني رجل قال كنت في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة فقال عمر رضي الله عنه لرجل من جلسائه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ أجزعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سدسيا ثم بازلا قال فقال عمر فما بعد البزول إلا أن نقصان